لا تزال حالة الطوارئ سرية في مدينة بنغازي عقب الخروقات الأمنية التي ذكر بعضها وزير داخلية المؤقتة على صفحته بفيسبوك مكتب الإعلام بقسم النجدة أعلن أن دوريات النجدة والإدارة العامة لحماية الأداب العامة داهمت مصنع خمور وأتلفته كما قبضت الوحدات المشاركة في خطة تأمين بنغازي على أبرز مروجي الخمور والمخدرات ودهمت مسلحين من تجار الخمور ودخلت معهم في مواجهات أدت إلى إطلاف إحدى مركبات الشرطة وضبط على إثرها أحد أبرز التجار المطلوبين للعدالة بحسب وزارة الداخلية للحكومة المؤقتة الجهات المكلفة بالتحريات شاركت في عملية مداهمة موقع للمهاجرين في منطقة بودزيرا ونشرت صور الرجال والنساء الذين احتجزتهم الوحدات المشاركة متهمة الموقفين بالفساد وممارسة الرذيلة بحسب داخلية المؤقتة طبيعة الأعمال التي أعلنت عنها الداخلية تتركز حول نوع واحد من الخروقات دون الإشارة إلى الأنواع الأخرى التي استوجبت إعلان حالة الطوارئ غير أن التطور الجديد الذي أعلنت عنه الداخلية عقب اجتماع وزيرها بوشناف مع قائد عمرية الكرامة خليفة حفتر يشي بأن وراء الأكمة ما وراءها بعد أسبوع من إعلان حالة الطوارئ في بنغازي جاء الإعلان عن استعداد قوات عملية الكرامة للمشاركة في خطة تأمين بنغازي والمطالبة بإطلاع حفتر على المستجدات ليطرح التساؤل عن التحديات التي عجزت قوات الداخلية التي حشدها بوشناف لتنفيذ الخطة عن مواجهتها فاستدعت الاستعانة بالقوات المسلحة ولماذا لا تعلن وزارة الداخلية عن طبيعة هذه الخروقات والجهات المسؤولة عنها